قصتنا النهاردة عن صفاق الطفلة اللي عندها 12 سنة اتولدت في بيت عيلة في بابها ومامتها واختها الصغيرة وجدتها وعمتها ابوها خرج من التعليم وقف خمسة ابتدائي بس تجوز مامتها خارجة كلية التجارة وعلى طول بيدرب الام بيشتمها بيقول لها ألفاز وحشة جدا ما تتقلش في نفس الوقت سبحان الله هو عاي الصفاق اللي عندها 12 سنة تلبس الحجاب بالعافية ممنوع تحط مانيكور بس ممكن أخته تعمل لها حنة مشان مش هرى في ايه يفتح بقه ممنوع تختار اللبس اللي هي هتلبسه تلبس أي حاجة وخلاص وفي يوم الأب والجدة طلعوا صفاق واختها برا الشقة عشان يستفردوا مامتهم يضربوها يقطعوا هدومها صفاق مكتر اللي شفيته بعندها حال نفسية مش قويسة كرهت جدتها كرها باباها اللي كانت بتحبه أكتر واحد في الدنيا زي ما بتقول كل ليلة بتنام وهي بتعايت لحد ما بتقول إيديها بقت متجمدة مش بتعرف تحركها كويس دايما عصبية تعبانة حاسة نعم مفيش حد بيحبها بتفكر تمشي من البيت تمشي من البيت باباها بس هي عايزة تفضل في مدرستها مع صحابها مش عارفة تعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور رحاب الفئي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية عشان نشوف هنعمل إيه زيكي دكتور رحاب أهلا بيحب أهلا بيحب أهلا بيحب أهلا بيحب كل حال الحمد لله شفتي السن ده في العيادة النفسية 12 سنة آه يعني هي مش مشكلة مش مفاجآني بس البنت هي المفاجآني يعني إيه بسردها للكصة باستعمالها للكلمة يعني أحنا ولا بكرأ الكصة معاك لأ هي بتقول كلام أكبر من سنها بكتير جد جدا وعارفة تفصل الإحساس بشكل أصل نحنا يعني كناس كبار من ضعفش نعمله آآ لأ السنة ده موجود الوجه علمها تبقى كده بصي احنا عندنا في السيكولوجي عموما أن الكلام وسيله مسائل علاج انت لما تعباري عن اللي انت حساء أو اللي انت بتفكري فيه وسيله مسائل علاج بنعلمها للناس كبار عشان إداروا يعبروا بيها في ناس السنة بار 12 سنة ده منعلمهم يرسموا أو يكتبوا شخبطة أو يعملوا ألوان تقدر يتحللي منها لكن هي عادة المرحلة دي بشكل كبير جدا كبير عندها نطج نفسي أكبر من نطج العقل اللي هي فيه أو السن اللي هي فيه هو اللي ده بقى كده من كتر المشاكل يعني الأغلبية بقوا سنجل مادرز أو أمهات مطلقات ودي كارسل أنا بقول إنه جيلنا احنا بالذات بقى الأغلبية فيه كده هل ده علم العيال اللي هما يبقوا نحسي أرشانة يعرف لو ستة كبيرة أنا عادة مع ستة كبيرة بتتكلم معايا ونفس مستوى الحوار احنا ممكن نتكلم في أي حاجة ده اللي علم العيال دي كده مش موضوع ولا موضوع التكنولوجي أو السوكشل ميديا تكنولوجي التقليد المدرسة الفرجة التلفزيون طبعا الميديا بتاعتنا كل ده بيخلي بيخلي إدراك الطفل أو الأطفال بتوعنا عموما